موسيقى مساء الخير بيقولوا ان الحب بيصنع المعجزات بس انا مش عارفة ايه هي المعجزات بالضبط بس اللي عارفة كويس ان الحب مقدرش يحمي بيت ياسمين بطل القصة حقيقية النهاردة بالعكس الاتنين كانوا بيحبوا بعض جدا كانوا شايفين ان هم ماينفعش يكونوا غير لبعض والنهاردة بيقطعوا بعض شوية الحنية اللي كانوا في الاول اتحولوا لعنف وكره طب ايه اللي حصل بالضبط تعالوا نسمع القصة من اولها ونشوف ياسمين بعتها تقول لنا ايه اسمي ياسمين وعندي 25 سنة بعد قصة حب حلوة كنا فيها بنعشق بعض حرفيا كان كل اللي فارق معنا اننا نعيش مع بعض تحت سقف بيت واحد مش مهمة بقى اي ظروف او مديات اتجوزنا كان عندي وقتها 19 سنة وهو كان عنده 22 سنة كنت فرحانة وهو كان بيعملني احسن معامل كان حنين معايا بيتمنى لي الرضا ارضى من وقت ما عرفته لحد ما اتجوزنا ما كانش عنده شغل ثابت كان معتمد على معاش والده المتوفي والدته كانت بتقبض المعاش وتديهوله وبالمناسبة مامته متجوزة من بعد ابوه بس مش مسجلة جوزها بشكل رسمي عشان تفضل تقبض المعاش مع انها شغلة شغلنا محترمة في وظيفة حكومية كبيرة حلوة قوي يعني انت جوزتي واحد وهو ووالدته بيتحايلوا على القانون بياخدوا من الدولة حاجة مش حقهم طيب ما فكرتيش ان الفلوس دي ممكن تكون فلوس حرام وبعدين هو الطبيعي ان جوزك يعتمد على المعاش وما يشتغلش تعالوا نكمل جوزي اشتغل شغلنات كتير بس كان دايما بيسيب الشغل لحد ما حملت في طفلي الاول زادت مصارفنا بقيت الظروف صعبة جدا وعشان اخف من علي الضغط قضيت تقريبا فترة حملي كلها عند اهلي وهم اللي كانوا شايلين المسئولية المتابعة الكشف والادوية وبعد الولادة اتغير بقى يسمع كلام مامته بطريقة غريبة اول مامته يا سالي كانت متحكمة في كل تفاصيل حياتنا مثلا كنت دخلة معها جمعية انا واهلي لما جي دوري ما رضيتش تديها لي صممت ان هي اللي تروح بنفسها يوم الولادة وتدفع كل حاجة بيدها ده غير بقى التحكمات والاوامر والاسلوب الصعب في الكلام كانت بتتدخل في اكلنا نجيب ايه نعمل ايه وجوزي للأسف كان بيسمع لها حتى وهو عارف ان كلامها غلط وده طبعا عشان ما عاش بابا اللي كانت بتدهوله وبعد فترة حملت في بنتي التاني وهو لسه زي ما هو اشتغل شوية يقعد شوية لما بقت حالتنا أصعب وأصعب فقررت مامته تساعده واشترت له عربية تمنية عشان تشغلوا عليها بدل ما يتقي ربنا ويقول دي فرصة وجات لي أحافظ عليها وأحافظ على لقمة عيشي عشان مراته وعياله مشي في السكة الغلط بقى ديلر بيوصل بالعربية مخدرات وما فيش ولدت بنتي التانية من هنا وجوزي اتقفش اتسجن من هنا أمه جريت وراء قومت له محامين لحد ما طلعته في الآخر بس أنا كنت خلاص قفلت منه حسيتني وردت نفسي طوريته ملهاش آخر بعد ما طلع من السجن خد العربية واشتغل عليها شوية بعد كده عمل زي المعلمين بيقعد على القهوة ويدي العربية لناس تشتغل عليها بعدين يرجع لي آخر الليل ويقول لي مفيش فلوس ما جبتش حاجة معيش كنت بغضب كتير أروح عند أهلي بس بابا كان دايماً يرجعني ويقول لي ملكيش غير بيتك وفي مرة من المرات قال لي أنا مسافر شغل بالعربية اكتشفت بعد كده إنه هو مسافرش ولا حاجة كان بيوصل مخدرات اتمسك بحشيش وقعد ست شهور في الفترة دي أنا روحت عند أهلي بابا اتكفل بمصاريفي أنا وولادي وحمتي فين وفين كانت بتيجي ترمي خمسمائة جنيه في وشي وتمشي وبدل مطلب الطلاق وقفت جنبه اتحملته طول الست شهور لإني كنت بحبه لحد ما طلع وقعد فترة في البيت من غير شغل وبردو بابا اللي كان بيصرف علينا ومامته بعت العربية في الآخر عشان كانوا محتاجين فلوس وبعد فترة قال لي إنه هيجيب فيزيت زيارة للإمارات ويروح هناك يدور على شغل ولما يزبط حاله ويغير الإقامة هيبعت لي واستلف فلوس السفر من بابا بيعني دهبي كله وسافر بعدها بفترة صغيرة ما كانش أكمل شهرين لقيت واحدة بعتت لي سكينشوت إنه بيخلني معاها بيتكلم علي بيقول إني بردة مش بردة تديله حقه الشرعي لما يطلبوا مني أنا شفت كلامه ما استحملتش قررت أطلق منه لما ينزل نزل بعد خمس شهور من سفره قال إنه ما توفقش وما لقاش شغل لما سألته عن الكلام اللي وصلني أنكر إنه بيكلم حد رحت واجهته بالسكينشوتس والمحادسات اللي معايا سكت واعتذر وقال لي آخر مر مع إنه عملها كتير وهو هنا معايا لما كنت أروح أبات عند ماما وأرجع أمسك تليفونه ألاقي مكلم بنات منهم اللي تدخل تكلمني عن نات تبعت لي صور لي هو بعتها لها وصور ما ينفعش تتشاف وأنا أسكت وأقول خلاص مدام ده في التليفون وبس عادي لكن لما جاب سرتي بكلام كله كتبه وفترة لقيتني ساعتها كرهة أعيش معاه مش قادرة سامحه على كل اللي عمله بس أهلي رفضوا إن أنا أتطلق منه عشان ولادي كل ما كان يحاول يقرب مني كنت برفض فيقوم يختصبني ياخد حقه بكل وحشية لدرجة إنه أزيني في جسمي جامد وبتعب جدا من طريقته إلا ما فيهاش ريحة الإنسانية وكأننا في غابة أنا تعبت من عيشتي معاه مش عايز أكمل وولادي قلت هاسبهم له عشان أضغط عليه يرضي يطلقني لكن أهلي مش موافقين إن أسيب ولادي خصوصا إنهما بدأوا يكبره وابني بقى عنده خمس سنين وبنتي عندها ثلاث سنين ودلوقتي دايماً يقول إنه هو معهوش فلوس معتمد على الفلوس اللي أهلي بيده هالي ويستنى كمان أخته تبعت له هي وأخوه عشان هما مسافرين تعبت يا سالي في حياتي معي هو أصلاً ما يهموش أي حاجة غير حقه الشرية وبس حتى لو كنت تعبانة أهم حاجة عنده نفسه وكتير بياخد حقه الشرية غصبة عني لو سمحت يا سالي أنا عايزة أتطلق خايفة أظلمه مش عارفة أعمل إيه لحد هنا وخلصت الرسالة أنا عايزة أسأل بقى سؤال سؤال لي والكل اللي بيتفرجوا علينا كده مين الظالم في القصة دي أنت اللي خايفة تظلمي يا ياسمين جوز ياسمين اللي مقدرش نوية حمل مسؤولية ولا أمه اللي خلته مش قادر يعتمد على نفسه ولا ياسمين وفقت على واحد ما عندوش شغل عشان بتحبه الحب هيأكلنا الحب هيشربنا الحب هيصنع المعجزات ولا أهلها اللي قابلين إن هي تكمل مع واحد بيشتغل ديولر استنونا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر